اشتركوا في القناة وبعد ما اعلن الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الخميس بشكل مفاجئ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الصحراء المغربية اعتمدت واشنطن السبت خريطة رسمية جديدة للمغرب تضم منطقة الصحراء المغربية المتنزع عليها خلال مراصيم قيمة في السفارة الامريكية في الرباط وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد السبت ان الجزائر مستهدف بالذات وهناك تحديات تحيط بالبلاد لافتا الى وجود ارادة حقيقية لضرب الجزائر وهو ما يؤكده على حد قوله وصول الكيان الصيوني قرب الحدود وتحدث جراد عن وجود عمليات اجنبية تريد ضرب استقرار البلاد مشيرا الى دلاء المرتبطة بما يحدث على كل حدود الجزائر وذلك خلال مؤتمر لاحياء الذكرى الستين لتظاهرات الوطنية خلال حرب الاستقلال 1954 و1962 ويعد هذا التصريح اول رد فعل رسمي جزائري على اعلان ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية المتنازع عليها مقابل تطبيع الرباط علاقتها مع اسرائيل اشتركوا في القناة